نبدأ بالحدث السياسي الأبرز النهاردة اللي كان القمة التمنى خلال السنوات الأخيرة تم انقمم جمعة ما بين مصر والقيادات القبرصية واليونانية على المستوى الأول النهاردة بنتكلم على قمة نيقوسية القمة الثلاثية العقدت في نيقوسية وجمعة الرئيس عبدالفتاح أسيسي والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس ورئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسو تاكيس قمة كانت مهمة جدا وهي القمة التمنى لكم أن تتخيلوا تمن قمم بتعقد على هذا المستوى قلال السنوات الأخيرة ما بين قادة الدول الثلاثة وشايفين حضراتكم الصور اللي بتعبر عن مدى التنصيق وأنها فيها رسائل التضامن لو ما كاتش كورونا كنت شفتوا حضراتكم الزعماء الثلاثة وهم مسكين إيدهم في إيدهم بعض ولكن هذه الصورة وغيرها من الصور بتعكس مدى التطابق في وجهات النظر والاتفاق على الأضايا اللي تم مناقشتها النهاردة في أبروس مصر، اليونان، أبروس يعني المتوسط، شرق المتوسط يعني أمور كتير جدا خاصة بالأوضاع السياسية في شرق المتوسط خاصة بالتعاون في مجال الطاقة والتنقيب عن النفط وعن الغاز خاصة بوقف الهجرة غير الشرعية خاصة بالأمور الأمنية سواء ما يتعلق بليبيا أو بسوريا أو في ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية نشوف التقرير ده ونشوف أبرز الموضوعات اللي تم مناقشتها اليوم في القمة الهامة اللي جمعت ما بين قادة مصر وأبروس واليونان قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها ثامنة جاءت في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط ليتي أنشاء منتدى غاز شرق المتوسط لتحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بالاتفاق بين الرؤساء الثلاثة وقعت دولنا الثلاث إلى جانب شركائنا في شرق المتوسط على المساق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي لا يمثل فقط نموذجاً لتشجيع التعاون الإقليمي والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة وإنما يعد إطاراً للتوافق على محددات ومشروعات مشتركة في مجال الغاز الرئيس السيسي شدد على التصدي للدول التي تدعم وتسلح وتمول الإرهاب مؤكداً على ضرورة مواجهة الأعمال الاستفزازية شرقي المتوسط لقد شهل اجتماعنا اليوم مناقشات بناءة عكست توافقاً في الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية وبالأخص في منطقة شرق المتوسط في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوة المسلحة والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار ودعم التطرف والإرهاب ونقل المقاتلين للأجانب إلى مناطق النزاعات وفيما يتعلق بالملف السوري أوضح الرئيس السيسي أن قرارات مجلس الأمن تمثل المرجعية للحل في سوريا استئناف الحوار بين كافة الأطراف على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمثل المرجعية الرئيسية للتسوية السياسية أما بالنسبة للملف الليبي فجدد الرئيس السيسي حرص القاهرة لتواصل لحل سياسي وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مسار برلين وأعلان القاهرة الصادر في يونيو 2020 دعموا وتوحيدوا شبه الجزيرة القبرصية وتسوية القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات شرعية دولية اتفقنا على ضرورة سمار الجهود لتسوية القضية الفلسطينية على أساس مقرارات الشرعية الدولية وكذا أهمية إنهاء حالة الجمود الرهنة واستئناف المفاوضات سعياً لتحقيق هذا الهدف المنشون هذا ما أكدت عليه مصر ومعها الدول الثلاثة التي أشادت بالجهود المصرية أيضاً لمواجهة ظاهرة الهجرة غير شرعية واستضافة أكثر من خمسة ملايين لاجئ ترجمة نانسي قنقر